موسيقى القوات العراقية تطلق عمليات تمهيدية استعداداً لمعركة تحرير تلعفر من احتلال داعش موسيقى قتل العشرات من الحثيين بقصف لقوات التحالف في جازان وإحباط تسلل لهم لمحيط معسكر خالد موسيقى وكوريا الشمالية تطلق صاروخاً جديداً وأمريكا ترد بمنورة عسكرية موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين كرام وأهلاً بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من الملف العراقي إذ قتل العشرات من إرهابي داعش في قصف للقوة الجوية العراقية على أوكارهم في قضاء تلعفر غربي مدينة الموصل أجاري الاستعداد لتحريره فيما أعلنت القوات الأمنية العراقية شن ضربات جوية ضد مواقع التنظيم في القضاء وقتل العشرات من داعش وتدمير مستودعة لأسلحتهم استعدادات تمهيدية تقوم بها القوات العراقية تمهيداً لانطلاق عملية تحرير قضاء تلعفر غرب الموصل استعدادات تتمحور ببدء قوات الشرطة العراقية تدريبات مكثفة على عمليات الاقتحام وحرب الشوارع وتطهير المباني ومعالجة الأفخاخ والألغام استعداداً لمعركة القضاء من جهتها وجهت القوة الجوية العراقية عدة ضربات جوية لمواقع وأهداف تنظيم داعش في مدينة تلعفر والتي أسفرت بدورها عن تدمير مستودع كبير للأسلحة وردم أنفاق موجودة تحت المستودع بالكامل وقتل حوالي خمسين مقاتلاً من داعش وعلى سعيد الاستعدادات لمعركة تحرير قضاء تلعفر فقد أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودة أن وحدات الشرطة الاتحادية ومكافحة المتفجرات بدأت بتكثيف تدريب عناصرها على عمليات الاقتحام وحرب الشوارع وتطهير المباني ومعالجة الأفخاخ والألغام استعداداً لمشاركة في معركة تحرير تلعفر وكان العراق قد أبلغ الأمم المتحدة الأربعاء الماضي ببدء استعداداته العسكرية واللوجستية لتحرير قضاء تلعفر غرب الموصل والحويجة جنوب غرب كاركوك الجدير بالذكر أن داعش كان قد احتل القضاء في يونيو عام 2014 لدى دخوله إلى العراق واحتلاله مدينة الموصل ومناطق أخرى في عدد من المحافظات شكلت ثلث مساحة البلاد الخبير في الجماعات المتشددة الدكتور هشام الهاشمي قال إن تنظيم داعش يستعد لمعركة تلعفر بتجهيز خطين دفاعيين الأول في منطقة تل العطشانة القريبة من الشطر الأيمن لمدينة الموصل أما الثاني في ناحية المحلبية مضيفاً في مداخلة مع أخبار الآن أن عدد مقاتلي تنظيم المتبقين في قضاء تلعفر والمناطق المحيطة به لا يتجاوز الألف مقاتل لديه خطين دفاعيين الأول هي تلك القرى المنتشرة بين منطقة تل العطشانة القريبة من الساحل الأيمن باتجاه تل العفر ونشر بحسب الرصد الاستخباراتي بهذه القرى التي عديدها أكثر من ثلاثين قرية ومزرعة منتشرة هنا وهناك القناصين ووحدات معرقلة ويعلم أنها لن تصمد طويلاً مع ضربات الجوية والمدفعية لكنها ربما تعرقل القوات وتستنزفهم نوعاً ما أيضاً هو يستعد في مرحلة ما تعرف بناحية المحلبية والتي هي ربما تكون الهدف الأول قبل مركز قضاء تل العفر يستعد بمئة وخمسين إلى مئتين مقاتل بحسب التقارير من داخل تلك المنطقة غالبهم ممن يريدون أن يقاتلوا بالطريقة التي قاتلوا فيها في معارك الساحل الأيمن أما بالنسبة لمركز القضاء نعتقد أن عديد من بقي من هذا التنظيم المتطرف من خمسمائة إلى ستمائة إرهابي أيضاً هناك مئة إرهابي يتواجدون فيما تعرف منطقة العياضية هذه هي الجغرافية فقط التي يتواجد فيها التنظيم المتطرف بالجملة عديد من بقي لهذا التنظيم من مقاتلين في هذه المنطقة لا يتجاوز الألف مقاتل إلى ذلك كشف مسؤولون أمنيون أن نحو سبعة ألاف مقاتل من داعش ما يزالون في العراق وعشرة ألاف آخرين يتواجدون على الأراضي السورية وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قد حذر في وقت سابق من أن المعركة ضد داعش في العراق لم تنتهي بعد تسببت العمليات العسكرية ضد داعش في مدينة الموصل والتي انتهت بتحرير المدينة من احتلاله تسببت بتدمير جسوره الخمسة على خلفية التفجيرات التي نفذها مقاتلوه هذا التنظيم في محاولة لتأخير تقدم القوات العراقية المشتركة صوب مواقعهم في المدينة مراسل أخبار الآن مشاهدين ويسام يوسف تواجد على المعبر الوحيد الذي ينتنقل من خلاله الموصليون بين طرفين مدينتهم وعاد لنا بالتقرير التالي على خلفية ما تسببت به المواجهة المسلحة والتفجيرات التي نفذها مقاتل داعش الإرهابي في الموصل بعد هذا الجسر المعبر الرئيسي الذي يربط طرفي المدينة حيث ينتقل الأهالي بعد أن يقطعوا عشرة كيلومترات ذهابا وإياما يقضون خلالها ساعات طويلة بانتظار عبور جسر ألم نيرا نتيجة الزحام إذ يعتمد ما يقارب أربعة ملايين إنسان على هذا المعبر شي أكيد تقوم على هذا العالم وتروح من الليمن على يسر ومن الليسر على يسر يصر شغل يصر حركة يصر الحياة الطبيعية عالة أنيش قد تتأخرون هنا بعبور جسر من يكونك وزدحام والله حدود البارحة أنا جيت من الليمن على يسر تقريبا أربع ساعات ونتيجة الزحام الكبير إضافة إلى الحر الشديد هنا استغل بعض الأطفال هذه الظروف ليبحثوا عن رزقهم من بيع الماء البارد على المواطنين خلال عبورهم طرفي الجسر خمسة جسور كانت تربط طرفي المعصل تعرض جميعها لتدمير أجزاء مهمة منها الأمر الذي أدى إلى قطعها قبل بدء معارك تحرير جزء الغربي من المدينة لغرض محاصرة مقاتلي داعش كما أخبرنا المقاتلون العراقين هنا بإمكاننا أن نعبر على الجسر القديم لمسافة قصيرة سوف نحاول أن نعبر على هذا الجسر الجسر القديم هناك قعدة الآليات واقفة على هذا الجسر هذا الجسر يعتبر أول جسر أنشئة بين الساحلين الأيمن والأيسر لمدينة الموصل وهو المكان الذي كان يشهد ازدحاما أكثر كان جسرا حيويا جدا بإمكاننا أن نعبر إلى جزء من الجسر الآن أثار طبعا لهوانات وقصف يمكن أن تشاهدوها هنا على الجسر هذه إطلاق هوانات وهذه من ربما مكان عبوة أو مكان إطلاقة هاوان وهذا هو تم قطع الجسر قبل بدل عمليات من هذا المكان كما يمكن أن تشاهدوه يمكن أن نلاحظ أيضا الزوارق هذه الزوارق كانت يستعملها مقاتل داعش لغرض التنقل بعد أن تم قطع الجسور الخمسة مقاتل داعش استعملوا هذه الزوارق لغرض نقل الأسلحة ونقل المعدهات بين الجانب الأيمن والأيسر كما يمكن أن نلاحظ جسر الحرية جسر الحرية أيضا ممكن أن تشاهدوه من هذا المكان وقد تم قطعه من قبل القوات العراقية قبل بدء العمليات وإلى الجانب الآخر هناك الجسر الخامس من الجهة الأخرى هناك الجسر الخامس جسر النصري أيضا يربط بين الطرفي الموصل وهو جسر مخصص للآليات العسكرية فقط وقد تم السماح مؤخرا بعبور أهالي المناطق القريبة لكن مشان على الأقدام فقط نحن لدينا جسر عسكري إن شاء الله راح يتم بعد تطهير الجانب الأيمن قواتنا الآن تطهير بعد تطهير راح إن شاء الله يتم بنا هذا الجسر وأيضا نطلب من الحكومة المحلية أنه تعمل على إعادة الجسور اللي يمكن إعادته أحد أهم الإنجازات التي ينتظرها أهالي الموصل بعد تحريرها هو إعادة ربط مدينتهم من جديد لكي يلتأموا شمل العائلات التي توزع أبناؤها بين جانبي المدينة الشرقي والغربي لكي تعود الحياة إلى طبيعتها مجددا بعد ثلاث سنوات إجاف انتهت بالتحرور من احتلال داعش وليس بعيدا عن العراق أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش هاجم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إلى الشرق من مدينة الرقة السورية ما أدى إلى اندلاع اشتباكات وخطف عدد من الأشخاص وضف المرصد أن الاشتباكات أوقعت خسائر بين نازحين ومقاتلي من قوات سوريا الديمقراطية ويوجد بمنطقة الكرامة التي استهدفها التنظيم المتشدد مخيم للنازحين خرج أهالي الغطى الشرقية في مظاهرات عدة مطالبين جبهة النصرة بالخروج من الغطى ومطالبين فيلق الرحمن بالتعاون مع جيش الإسلام للقضاء على هذا السرطان بحسب وصفهم وقال الأهالي لأخبار الآن أن كل ما لا يتبنى علم الثورة أو أي مشروع وطني أو يضع اللثام ليس إلا فكر هدفه تخريب الثورة السورية خرجنا اليوم في هذه المظاهرة لمطالبة ما تبقى من فلول جبهة النصرة في الغطى الشرقية لإخراجهم وطالبنا إخواننا في فيلق الرحمن لأن يضعوا أيديهم بأيدي إخوانهم في جيش الإسلام من أجل هذه المهمة وغيرها خرجنا اليوم لنطالب بأن الغطى لا تقبل الفكر الدخيل كما الثورة السورية طالبنا اليوم أهالي سوريا على وجه العموم بمظاهرات شعبية عارمة لتطالب بإخراج الفكر الدخيل على ثورتنا للمطالبة بإخراج جبهة النصرة هذا الفصيل الذي يسلم البلاد المحرّة إلى هذا النظام وما تسليموا عرسال إلى حزب الله لبناني بعيد في الأمس إخراج جبهة النصرة من الغطى الشرقية واجب شرعي وزمال حنقيم هذا السرطان الخبيث من الغطى الشرقية لحي يشيلونه أنه فالمفروض من فيلق الرحمن يتعاوى مع جيش إسلام وشيله خلال 48 ساعة 48 يوم ونحن هذول الغرباء مبدنا هنا أولاد بلدنا نحن مستعدين نستوعبهم ونضبهم لجيش يلم فيلق الرحمن أما الغرباء يحلوا عنا نحن مع كل جهد والنشاطات طلعوا الآن إعادة الثورة إلى ألقاء الأول تبني عالم الثورة ومبادئ الثورة الأولى وإبعاد الملثمين والغرباء عن هذه الثورة التي لا يشبهونها أبدا التي لا يحملها مشروع وطني يهدف إلى بناء سوريا جديدة لديهم فكر ظلامي أخي يروحوا على توربورا يروحوا مبارف وين يبنوا أمارتهم المزعومة بعيد عن الغوطة وبعيد عن سوريا جميعا لنشرتنا بقي مشاهدين ولكن لنعودة بعد فاصلا قصير أحييكم من جديد يبدأ وزراء خارجية الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب اجتماعا في العاصمة البحرينية المنامة السبت يستغرق يومين لبحث تطورات أزمة قطر وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن تلك الاجتماعات تعكس اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها وتأكيد على مطالبها من دولة قطر وتقييم مستجدات الوضع ومدى التزام قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل السلبي في الشؤون الداخلية للدول الأربع في اليمن قتل نحو 47 شخصا تابعين للميليشيات الحوثية أمس الجمعة في عمليات متفرقة على الشريط الحدودي قامت بها طائرات قوات التحالف والقوات السعودية وقوات حرس الحدود في عدة محاور داخل الأراضي اليمنية القريبة وعلى الشريط الحدودي في جازان كما صدت القوات السعودية أمس هجوما لمجموعة من الأفراد التابعين للميليشيات الحوثية قبالة نجران ما أسفر عن قتل عشرة أشخاص وإصابة كثيرا بجروح في صفوف الإنقلابيين من جهتها قالت مصادر ميدانية إن قوات الشرعية تمكنت من تأمين الجبال والمناطق المجاورة لمعسكر خالد في مدينة تعز وتأمين مساحة واسعة على امتداد طريق تعز الحديدة لمنع أي اختراقات لميليشيات الحوثي وصالح كما تمكنت قوات الشرعية من إحباط ثلاث محاولات تسلل للمتمردين إلى مواقع محيطة بالمعسكر ومع تزايد انتهاكات الحوثيين حذرت ثلاث منظمات أممية من تفاقم سوء الأحوال الإنسانية لليمنيين حيث يتفشى وباء الكوليرا إلى جانب انتشار الجوع والفقر وسوء التغذية وأصدرت منظمة اليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي إضافة إلى منظمة الصحة العالمية بيان مشتركا قالوا فيه إن تفشي الكوليرا هو الأسوأ على الإطلاق التقرير التالي مشاهدين والتفاصيل ليس البيان الأول أو التحذير الأول وغالبا لن يكون الأخير منظمة اليونسيف والصحة العالمية بالإضافة لبرنامج الغذاء العالمي يتحدون معا ويطلقون نداء استغاثيا لإنقاذ اليمنيين من الأوضاع الإنسانية المزرية التي يعيشونها فبعد أن قامت المنظمات الثلاثة بإرسال مدرائهم التنفيذيين إلى الميدان جاء البيان المطول الذي وصفوا فيه ما أسموه أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم فليس الفقر وحده أو الجوع وحده أو سوء التغذية أو انتشار الأمراض في اليمن هي الآثات كلها معا فخلال الثلاثة أشهر للأخيرة سجلت أربعمائة ألف حالة يشتبه بأنها كوليرا وما يقرب من ألف وتسعمائة حالة وفاة مرتبطة بتفشي هذا الوباء كما أصيبت مرافق الصحة والمياه الحيوية بالشلل أتيجت أكثر من عامين من الاقتتال وهو ما خلق الظروف المثالية لانتشار الأمراض ويستمر البيان ليحذر من أن البلاد على حافة الوقوع في مجاعة إذ يعيش أكثر من ستين في المئة من السكان في عدم اليقين عن وجبتهم القادمة إضافة إلى ذلك يعاني حوالي مليون طفل من سوء التغذية الحاد سوء التغذية يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالكوليرا فيما تؤدي الأمراض لسوء التغذية وهذا المزيج في غاية القساوة هي حلقة متواصلة من الأزمات التي تؤدي إحداها إلى الأخرى المنظمات تحدثت أيضا عن أوضاع الأطفال المأساوية في المستشفيات وعن الدمان الكبير الذي خلفته الحرب على الإنسان والبنيان ولم تنسى المنظمات أن تتحدث عن أوضاع الأطباء أنفسهم والعاملين في مجال الصحة الذين يعملون على مدار الساعة محاولين إنقاذ ما يمكنهم إنقاذه من أرواح فهؤلاء الأبطال يعملون وقد قطعت عنهم رواتبهم لأكثر من عشرة أشهر ومع ذلك لا يتوقفون عن العمل وفي نهاية البيان طالبت المنظمات الثلاثة كما تطالب دوما بالسعي لإيقاف الحرب في اليمن ومضاعفة الجهود لدعم الشعب اليمني وقالوا إن فشلنا في ذلك فإن الكارثة التي شهدناها أمام أعيننا لن تستمر في إزهاق الأرواح فقط بل إنها ستترك آثارا وخيمة وندوبا على الأجيال المقبلة وعلى البلد لسنوات قادمة في شن الليبي وبعد أكثر من سبعة أشهر على طرد التنظيم من مدينة السرد مشكلة جثث تعود لمقاتلين من داعش تنتظر حلا وهي في داخل مباردات في مدينة مصراطة ليبيا قصص المعاناة مع داعش ما زالت مستمرة حتى بعد موتهم فبين رفض أهلهم ودولهم لتسلم جثثهم تبقى تفاصيل أخرى معقدة ما زالت واجه القائمين على الأجهزة الأمنية في ليبيا أحياء كانوا أمأموات مقاتل تنظيم داعش يخلفون وراءهم قصصا من المعاناة فمنذ نحو عام ومئات الأعداد من هذه الجثث التي تعود لأفراد من داعش لا تزال تقبع هنا داخل هذه الثلجات حيث تم وضعها داخل أكياس لحفظها وبعد أن رفضت عائلاتهم تسلم جثامينهم تقدر أعدادهم الآن بالمئات ومن بينهم نساء وأطفال عام مر على انتشال هذه الجثث من بين أرض المعارك في مدينة سرد هذه الجثث تتواجد الآن بثلاجات لحفظها في إحدى المقارات الأمنية هنا في مدينة مصراطة تم التعرف على أغلبها والدول التي يتبعون لها يرفضون استلامها أو يماطلون فالرد على استلامهم مؤخرا تم تكليف فريق من إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بالمنطقة الوسطى في ليبيا من قبل مكتب النائب العام بفرز وتصنيف هذه الجثث ومعرفة هويات أصحابها حيث من تم التعرف عليهم تعود جنسياتهم لدول أفريقية وأخرى عربية يقول لنا أحد أعضاء هذا الفريق طلب منا عدم الكشف عن وجهه أو هويته لدواعا أمنية بأن مكتب النائب العام تواصل مع الدول التي لديها رعاية موجودون في انتظار رد رسمي من تلك الدولة تم تكليف الفريق إدارة الجثث بالعمل على توطيق الجثث توطيق اللي هو عبارة عن تصوير الجثث فتح ملف أمني ومحظر فني لكل جثثة بالكامل كل جثثة معزولة موطق بالصور وموطق بالمبارسات الموجودة معها وموطق بالأدلة الجثث فيها بعض فيها نساء جاوز عدل العشرين فيها أطفال بتفايد العمار فيها حتى أجنة الواضح أنها من خلال عمليات الجهودة الأجنة تبقى العثور عليها في تلاجات مستشفى بن سينة بالأجنة هي عبارة عن كانت متحللة وموجودة في كيس أسود في التلاجة في أطفال يتفايد عمارا فيه الموليد فيه الليسانة فيه يوصل أطفال للعمر ممكن 12 عام قصص المعاناة مع داعش ما زالت مستمرة فبين رفض عائلاتهم ودولهم تسلم هؤلاء المقاتلين تتكدس تلك الجثث وتبقى تفاصيل أخرى معقدة لا زالت تواجه القائمين على الأجنسة الأمنية والذين يجدون صعوبة في إقفال هذا الملف لأخبار الآن محمد عقوب مصراتة أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن التجربة التي أجرتها بلاده مساء الجمعة على صاروخ فاليستي عابر للقرات أثبتت أن الأراضي الأمريكية باتت في مرمى قوته العسكرية أذو أجرت القوات الأمريكية والكورية الجنوبية تدريبات مشتركة ردا على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ فاليستي بدوره أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقر حزمة العقوبات الجديدة التي تستهدف روسيا وإيران وكوريا الشمالية وكان الكونغرس الأمريكي قد أرسل نص القرار إلى ترامب للمصادقة عليه بعد أن صوت عليه بأغلبية ساحقة يوم الثلاثة الماضي كما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على ست شركات إيرانية تقول واشنطن إن هذا تصيلة ببرنامج تهرام بتطوير الصواريخ الباليستية وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن ذلك جاء ردا على ما وصفته بتصرفات استفزازية من قبل إيران بما في ذلك إطلاقها أمس الأول صاروخا يمكنه وضع قمر صناعي في المدار حول الأرض نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فصل أخير إقليم الشرق المتوسط هو أحد أكثر الأقاليم تضررا باتهاب الكبد الفيروسي في العالم أحييكم من جديد مشاهدين ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحفة العربية لهذا اليوم تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة النهار اللبنانية التي نطالع منها دعوة قضائية ضد يونيتد إيرلاينز بسبب نفوق أرنب خلال الرحلة رفع مالكو أرنب عملاق نفق خلال رحلة جوية لشركة يونيتد إيرلاينز دعوة قضائية ضد شركة الطيران قائلين إن موظفي الشركة مسؤولون عن نفوق الأرنب وقال محامي مالكي الأرنب إن الأرنب العملاق ربما نفق بعدما وضع في مبرد لمدة 16 ساعة خلال التوقف وهو ما نفته شركة الطيران إلى صحيفة الحياة مشاهدين التي اخترنا منها لكم مؤسس أمازون ينتزع لقب أغنى شخص في العالم تصدر جيف بيسوس وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون قائمة أغنى رجل في العالم بثروة تصل إلى نحو 92 مليار دولار غير أن بيسوس لم يحتفظ بهذه الصدارة سوى لمدة وجيزة فقط بسبب تراجع قيمة أسهم شركته في الأسواق العالمية الأمر الذي أدى إلى انتزاع اللقب منه لصالح مؤسس شركة مايكروسوفت الملياردير بيل كيتس صحيفة القبز الكويتية مشاهدين عنوانت بين صفحاتها لهذا اليوم الأمير ويليام يتفرق إلى المهام الملكية قرر الأمير ويليام الثاني في ترتيب خلافة العرش في بريطانيا التوقف عن العمل في إطار خدمة مروحيات إسعاف بعد سنتين شهد خلالهما مآث مروعة لكي يتولى مهام مالكية بدوام كامل وسينهي دوك كامبريج حياته المهنية القصيرة كقائد مروحية إسعاف في شرق إنجلترا خلال نوبة عمل ليلية ونقرأ مشاهدين من صحيفة البيان الإماراتية حاول فتح باب الطائرة في الجو فلقي جزاءه اعتقلت الشرطة البريطانية رجلا حاول فتح باب الطائرة خلال رحلة قادمة من فولندا ووجهت الشرطة إلى الرجل تهمة تعريض طائرة ركاب للخطر ونقلته إلى المستشفى للعلاج من جروح طفيفة أصيب بها أثناء عراكه مع بعض الركاب وختاما مشاهدين من صحيفة الخليج وربة منزل تفتتح أكاديمية لتعلم الطبخ قررت امرأة إماراتية فتح أكاديمية لتعليم الطبخ في منزلها بعد أن تكونت لديها علاقة خاصة مع تذوق الطعام وإعداده بطريقتها الخاصة وقالت إن صديقتها اقترحت عليها فتح الأكاديمية ثم عملت لاحقا على تخصيص مكان للمتداربات وإعطائهن دورات تعليمية نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد والذي صادف يوم أمس أصدرت منظمة صحة العالمية بيانا بأن مئات الملايين من الأشخاص حول العالم متعايشون مع المرض وأن إقليم شرق المتوسط هو أكثر الأقاليم تضررا بالتهاب الكبد الفيروسي في العالم التفاصيل مشاهدين في تقرير الزميلة ديما نجم على الرغم من تكتيف الجهود العالمية المبدولة للقضاء على التهاب الكبد إلى أنه لا يزال يشكل أحد الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الوفاة على المستوى العالمي ولا تزال الأرقام التي تسجلها الإصابات به من أعلى الأرقام التي تسجلها الأمراض الأخرى إذ يحصد حياة مليون وثلاثمائة وأربعين ألف شخص كل عام وهو عدد يضاهي ضحايا فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز أو الملاريا أو السل وبحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية حتى أواخر عام 2015 فإن هناك حوالي 325 مليون شخص مصاب بالتهاب الكبد المزمن في العالم بينهم 257 مليون شخص مصابون بفيروس التهاب الكبد B و71 مليون شخص مصابون بفيروس التهاب الكبد C وإن التهابي الكبد B وC يتسببان معا فيما يعادل 80% من حالات سرطان الكبد في العالم يعاني معظم سكان الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط قلة في الفحوصات التي تخص المرض فبحسب المنظمة العالمية للصحة لم يحصل سوى 9% من الأشخاص المصابين بعدوى فيروس التهاب الكبد B و20% من المصابين بعدوى فيروس التهاب الكبد C على خدمات التحريب والتشخيص حتى أواخر عام 2015 وبحسب المنظمة فإن البلدان التي تتحمل حوالي 50% من العبء العالمي لالتهاب الكبد المزمن يبلغ عددها 11 بلداً هي البرازيل، الصين، مصر، الهند، اندونيسيا، منغوليا، ميانمار، نيجيريا، باكستان، وأوجندا، وفيتنام بينما يتحمل 17 بلداً آخر 25% من العبء العالمي وهي كمبوديا، الكاميرون، كولومبيا، أثيوبيا، جورجيا، قيرغيزستان، المغرب، نيبال، بيرو، الفلبين، سيرياليون وجنوب أفريقيا إضافة إلى تنزانيا، تايلاند، أوكرانيا، أوزباكستان، وزمبابوي هذا وتأمل المنظمة بحلول عام 2030 خضوع 90% من الأشخاص المصابين لاختبار التحري وحصول 80% منهم على العلاج أيضاً في الصحة أفادت دراسة بريطانية حديثة بأن عدم حصول الشخص على قسط كاف من النوم ليلاً يضاعف خطر الإصابة بالسمنة المفرطة وأظهرت النتائج أن الناس الذين كانوا ينامون في المتوسط لست ساعات ليلاً كان قياس محيط الخسر لديهم أكبر بثلاث سنتيمترات من أقرانهم الذين كانوا ينامون لمدة تسع ساعات ليلاً وتفاقمت المشكلة بشكل أكبر لدى من ينامون أقل من ست ساعات خلال الليلة الواحدة وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين القوات العراقية تطلق عمليات تمهيدية استعدادة لمعركة تحرير تلعفر من احتلال داعش قتل العشرات من الحوثيين بقصف لقوات التحالف في جازان وإحباط تسلل لهم لمحيط معسكر خالد وكوريا الشمالية تطلق صاروخاً جديداً وأمريكا ترد بمناورة عسكرية بهذا إذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائماً لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضاً متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع إذا مشاهدين الكرام أعود وألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في مجاز الأنباء كونوا معنا اشتركوا في القناة